من جهته كشف محافظ ديالة امثنى تميمي التفاصيل الكاملة للهجوم الذي تعرض له مقر للجيش العراقي في ناحية العظيم وقال تميمي في ان الاعتداء تم في المنطقة الفاصلة مع الحدود محافظة ديالة محافظة صلاح الدين مشيرا الى ان سبب الرئيس هو اهمال المقاتلين لان المقر محصن بالكامل وتوجد كاميرا حرارية مع نواضير ليلية فضلا عن برج مراقبة كونكريتي واوضح ان قائد الفرقة الاولى على مستوى من المسئولية لكن الارهابيين استغلوا برودة الطقس واهمال المقاتلين حسب قوله